موسيقى مساء الخير بداية النشرة مع العنوين رحيل سامي كلارك نجم ساطع آخر ينطفئ في سماء لبنان أبرز عنوين هذا الأسبوع الجلسة التشريعية والدعاء القاضي عون على اللواء عثمان سامر سعادة يتحرك بقوة فماذا كشف للأو تي في عن موقفه في الانتخابات قصة الصحفي العميل بين فضائح الوقائع والنفي أوكرانيا على شفير التصعيد هل يتحول التهويل إلى حرب الثامنة اللربعا بتوقيت بيروت أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى ومن ثم تنشر عبر موقع otv.com.lb وقناة otv على يوتيوب وعبر حساباتنا على مواقع التواصل تويتر فيسبوك وإنستغرام في تاريخ الثقافة والفن والإبداع أين شوكتك يا موت وأين غلبتك يا جحيم فكيف يموت من خلد بطلا يدافع عن الحق في عقل طفل ورسم وطنا يستحق الدفاع عنه والانتماء إليه في مخيلة شاب ولون حياة شعب بكامله بأجمل صوت وأفرح الألحان وكيف ينطفئ قلب من جال العالم حاصدا أرفع الجوائز مقدما وطنه المحروق والمسروق بأبهى حلة وأجمل طلة هما حلته وطلته الحقيقيتان في مقابل القباحة التي أطفتها عليه ممارسات الحرب والمتحاربين وبعض السياسة والسياسيين باختصار كيف يموت سامي كلارك إذا كان الموت حقا فحقا أن سامي كلارك وأترابه من رموز الثقافة والفن والإبداع لا يموتون فهم أحياء بأعمالهم ومعهم لا موت ولا من يحزنون لا تبكه فاليوم بدء حياته إن المبدع يعيش يوم مماته أما في حياتنا الوطنية والسياسية تحديدا فلا شيء إلا الموت والحزن موت الضحايا الجسديين والسياسيين وموت الأخلاق والقيم وموت العدالة والمحاسبة وموت كل شيء يمت بصلة إلى منطق الدولة أما الحزن فعلى الحقد المستشري الذي يغذيه الورث السياسيون ومتسلق أحلام الناس من الطامحين المجربين الذين من ماضيهم لا يخجلون لكن قبل الدخول في العنوين المطروحة ومنها اليوم الجلسة التشريعية ومصير ادعاء القاضية غاد عون على اللواء عماد عثمان وسائر الملفات المعيشية والسياسية ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين أنه لا مش كلهم يعني كلهم بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الأول 2019 تذكروا مثلا أنه يلي عامل حاله اليوم ضد حزب الله وعم بيزايد برفض الاحتلال الإيراني وبالحرص على الدولة من الدولة كان مبارح حليف للحزب لما كانت مصلحته وتوجهاته الخارجية بتتطلب هالشي وما تنسوا أبدا أنه سعد الحريرة كان مرشح حزب الله لرئاسة الحكومة وأن القوات والاشتراك والكتائب كانوا ضمن التحالف الرباع مع حزب الله بال2005 وشاركوا معه بمعظم الحكومات من وقتها لليوم وما تروح من بالكم أبدا الأقوال التاريخية الموثقة بالصوت والصورة ومنها اعتبر رئيس أمين الجميل شخصيا أنه السيد حسن نصر الله بيذكره بوالده مؤسس حزب الكتائب الشيخ بيار ولما تفكروا بالانتخابات حرروا عائلكم وقلبكم من كل المؤثرات والضغوطات وخلوا نظرتكم شاملة وموضوعية وساعتها انتخبوا مين ما بدكم بكل حرية ومسئولية لقاءات شعبية في منزل سامر سعادة واجماع على رفض قرار الكتائب بترشيح مجد بطرس حرب فهل سيخود سعادة الانتخابات النيابية؟ التفاصيل في تقرير جورج عبود كتائب البترون مجددا يبدو أنه زوبع الدعم وترشيح حزب الكتائب لمجد بطرس حرب لن تقتصر فقط على امتعاد نائب الكتائب السابق بالديرة سامر جورج سعادة وتقديم استقالته من العمل الحزبي لرئيس الكتائب سامي الجميل فسعادة مستمر بالانتفاضة ولهيدي الغاية عقد بمسقط رأسه بلدة شبطين لقاء كتائب تحت شعار الدفاع عن هوية الكتائب بالبترون من ناحية الشكل وصف اللقاء بالحاشد فضم يزيد على 180 مسؤول حزب من الأقصام الكتائبية بإقليم البترون من بينهم الأمين العام السابق للحزب إبراهيم ريشا ونائب رئيس إقليم البترون أنتوان الغبور وهو دليل على التفاف القاعدة الكتائبية بالبترون حول سعادة كما وأنه اللقاء حصل على الرغم من التعميم الصادر عن الأمانة العامة بحزب الكتائب اللبنانية وتعليمات إيادة الحزب بمخص أرار المكتب السياسي بعدم ترشيح أي كتائب بديرة البترون لكن ماذا في المضمون؟ الأمين العام السابق لحزب الكتائب إبراهيم ريشا اعتبر أنه أرار الكتائب بشأن ترشيح مجد بطرس حرب وعدم ترشيح كتائب عن ديرة البترون هو أرار مرفوض واتخذ من دون استشارة الإقليم كما شدد على أنه الإيادة الحزبية تخطت إرادة الكتائبيين لأنه ضربت بالنظام عرض الحائط إذ يجب أن تلجأ للاستشارات وأنه تكون الاستشارات ملزمة أما سعادة فأشار إلى أنه أرار الحزب فرض المواجهة من بعد تنبيه الإيادة من مغبة العبث بوحدة الكتائب واعتبر سعادة أنه وجود الكتائبيين باللقاء دليل على الوحدة والتضامن وعدم إدرة أحد على تفريق كتائبية البترون لا بتعليمات ولا بتدبير ولا بإغراءات من أي نوع سعادة شدد على أنه ما نكون به هو الدفاع عن هوية الكتائب بالبترون وفاءً لدم شهدائنا وتضحياتهم يلي منرفض تجيرة لحسابات انتخابية دايقة ورهينات خاطئة لمصلحة أشخاص ما عنطلن يوماً الكتائب إلا العدو المزعج يلي يجب التخلص منه وما وفروا سبيل إلا واستخدموه لبلوغ هيدا الهدف السؤال المطروح اليوم شو هو موقف سامر سعادة بعد التطورات الأخيرة هل رح يكمل سعادة مصار الترشح للانتخابات بعيداً عن حزب الكتائب مصادر مؤربة من سعادة أكدت للأوتيفي إلى أنه اللقاءات رح تستكمل بالأيام القدمة لاتخاذ الموقف المناسب وعلقت على مجريات الأمور بالقول اللقاءات بمنزل سعادة بتأكد وين هي القاعدة الكتائبية عما قرار الحزب فهو مرفوض جملة وتفصيلة وأضافت المصادر أنه مرحلة درس الخيارات لتزال جارية بمصار ترشح سعادة شخصياً من عدمه لدى السؤال عن لقاء حصل جمع بين سعادة وموفد من حزب الكتائب ضعم سارج داغر وأعضاء من المكتب السياسي بتأكد المصادر حصول اللقاء لتبليغ سعادة بضرورة الالتزام بأرار الكتائب بالسارب المرشح مجد حرب إلا أنه سعادة أكد عدم التزامه بالمؤررات وبرر إنه خالفة النظام العام وما قاتت بناء على استشارات داخلية من أجل اختيار المرشحين للانتخابات النيابية وأضافت المصادر أنه سارج داغر ضل للمكتب السياسي الكتائب عبر أعطاء أرقام مغلوطة حول أعداد النخبين بالبترون الكتائبيين كما حصت بتروس حرب وطبعت المصادر المؤربة من سعادة أنه لحسم هيدا الجدل تم خلال اللقاء بين داغر وسعادة لاتصال بالخبير الأحصائي ربيع الهبر للوقوف حول حقيقة الأحجاب حيث أوضح الهبر أنه حزب الكتائب بيملك 1080 صوت بالبترون وأنه سامر سعادة بيملك وحده 1570 صوت وهون انتهى اللقاء يلي وصف بالعاصف جدا ليبقى السؤال الأهم اليوم سامر سعادة مرشح للنيابة أم لا؟ واحدة لأيام كفيلة بالإجابة قانونان بارزان على جدول أعمال الجلسة التشريعية غدا وبعد غد فماهما وهل من الممكن أن يتطرق النقاش إلى الميجا سنتر والدائرة 16 من خارج جدول الأعمال؟ ما من شك أن نجمي جدول أعمال جلسة تشريعية التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء في 21 و 22 الجاري والمؤلف من 22 قانونا للدرس والبحث والنيقاش هما قانون المنافسة وألغاء الوكالات الحصرية وقانون استقلالية السلطة القضائية بنون النجومية إذا بدك بجدول الأعمال هي قانون المنافسة وقانون استقلالية الخضاء مع أكيد أهمية الأعوانين الأخرى إنما هذي بنود أساسية ومهمة وقانونين شغل عليها كثير مطولا وهي موانين إصلاحية أساسية وهي مطلوبة من المجتمع الدولي وهي يعني على كل الاعتبارات هي شغلة مهمة فهذي سيكون البنود الأساسية المطروحين بكرة على الجلسة وحيكونوا إنجاز في حال تم إكراره وهل من المتوقع أن يقرأ أم سيكونان مدار خلاف؟ على الأقل فيما يخص الأنون المنافسة اللي أنا عدو لجنة فرعية فيه وأنا اتبعته كله بتوقع أنه لازم يكرر بالنسبة للأنون الآخر ما بعرف إلا أي أحد طلع بالتفاهم أو بنقاش حيسن بأي حد يعني جهز الهيئة العاملة تكرره وبعد ما تطرق رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في جلسة مجلس وزراء الأخيرة إلى موضوع الميجا سنتر والموقف الذي صدر عن تكاتل لبنان القوي كذلك إضافة إلى التمسك بالدائرة 16 هل يجرى طرح هذين الموضوعين غدا أو بعد غد من خارج جدول الأعمال؟ ما فيك تروحي على تشريع شيء خارج جدول الأعمال يعني اليوم جدول الأعمال واضح ما فيه أقوانين أخرى عليه فإذاً حيكون الجلسة محصورة تشريعياً بهذه الأقوانين أما أنه ينفتح نقاش بموضوع الميجا سنتر أو عيرو اليوم ممكن فيه النواب يسأله وزير الدخلية أصلاً سأله رئيس الجمهورية ويجب يعطيه جواب يعني على هذا الموضوع وأي شيء يتطلب مزيد من التشريع بده يتقدم فيه اكتراحات أقوانين حتى يعني يتم إقرارها قبل فوات الأواين طبعاً وكان تأكيد أهمية إقرار رزمة القوانين المطروحة لما لها من العكاسات على مختلف الصعود الخميس المقبل جلسة الاستماع إلى اللواء عثمان بعدما ادعت عليه القضية غادعون لأنه أعاق تنفيذ مذكرة قضائية فماذا في التفاصيل وهل سيحضر؟ الأسبوع المقبل القضاء اللبناني على موعد مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إيمد عثمان بعدما حدد قادي التحقيق الأول في جبل لبنان الأولى منصور جلسة السماع لعثمان الخميس المقبل وبلغه عبر وزارة الداخلية بالأمر في ظل ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القضية غادعون عليه وفي هذا الإطار أكدت مصادر القضائية للأو تيفي أن القضية عون ادعت على عثمان لأنه تخلف عن إنفاذ إشارة أحضار حاكم أصرف لبنان رياض سليمي وهذا الأمر ثابت بالمحاضر الرسمية وبالفيديو وبوثائق ومستندات تملكها القضية عون وهذا الإدعاء يأتي بناء على المادة 371 عقوبات التي تشير إلى معاقبة كل موظف يؤخر تطبيق القوانين أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ولفتت المصادر إلى أنه من المفترض أن يحضر اللواء عثمان جلسة الاستماع إليه لكن هناك سيناريو آخر مطروحا وهو أن يتم استمهار القاضي في هذه القضية ومن بعدها يقدم محاميه الدفوع الشكلية ما سيؤخر بالتأكيد مسار الدعوة ولكن المصادر القضائية أملت في الوقت نفسه بأن تصل هذه الدعوة إلى خواتيم المرجوة حفاظا لما تبقى من هيبة للقضاء وسلطة للقانون في هذا البلد قضائيا أيضا صحفي متهم بالعمال لصالح العدو الإسرائيلي يورد ثلاثة مواقع إلكترونية أما التفاصيل ففي تقرير جورج عبود بمغريات عروض عمل بالخارج ولسيما بأفريقيا وأوروبا استطاع مشغل العدو الإسرائيلي باستخدام الشبكة العنكبوتية من اختراء الحدود للداخل اللبناني منهم من كان لا يعلم بهويته ومنهم من كشف هوية المشغل الإسرائيلي فبعضهم حاول الانسحاب بعد فوات الأوام ومنهم من أكمل فغروا مبالغ العموال بالفراش دولار لعل أهم من تفكيك 17 شبكة تجسس تعمل لصالح لاحتلال الإسرائيلي متورد فيها ما يزيد عن 25 شخص من جنسيات لبنانية وفلسطينية وصورية هو تنوع اختصاص الموقفين ومن بينهم كاتب عدل وصحافة الصحافة المتهم بالتعامل مع العدو السهيوني هو محمد الشعاب من موليد صيدة العام 1985 عمل سابعا كمحرر بالموقع الإلكتروني للجرس حيث بتشير المعطيات إلى أنه الأخير ومن خلال إعلان على صفحة إلكترونية عثر على وظيفة شغرة بشركة أجنبية فتواصل معه وبدأت رحلة العمل بكتابة مقالات لقاء راتب شهره إلى حين تواصل معه شخص يلقب بطعم من رقم بريطاني حيث تبين الأخير أنه المشغلة الإسرائيلة الأخطر هو أنه شعاب استخدم من قبل العدو الإسرائيلي بهدف تغذية الانقسام الداخلي من خلال كتابة تقارير هي مع حط موضيع خلافية منها حزب الله وإيران والعلاقة بين لبنان ودول الخليج إضافة إلى المعاش الشهري طلب من شعاب نشر هيد المقالات على مختلف المواقع الإخبارية المحلية بمقابل مبالغ تراوحد بين 50 و 75 دولار عن كل مقال حيث استطاع نشر مضمون مقالاته بكل من لبنان 24 وفي ديال نيوز والكلمة أونلاين المعلوماته بحسب منوقع ضحية شعاب بتشير إلى أنه الأخيره بالاستعانة بمعارف زميلة صحفية صديقة له استطاع نشر مقابلات سياسية كانت تطلب منه من قبل المشغلة الإسرائيلة حيث حاور شعاب كولمن شارل جبور وجوزاف أبو فاضل وخالد ممتاز وعلي حمادة إضافة إلى كتابة ونشر عدد من المقالات تراوحت مواضيع بين اتهام حزب الله بانفجار مرفق بيروت كما قتل لقمان سلين بالإضافة لتهريب الكابتاجون والتهريب على سوريا فور اكتشاف فرع المعلومات عن هوية العملاء سارعت المواقع الإخبارية للتبرق من شعاب فموقع VDL News أوضح ببيان أن الصحاف المذكور ما بتربطه أي علاقة عمل مباشرة مع المواقع وما كان موظف فيه بل كان يتم إرسال مقالاته عبر إحدى الزميلات بأحد المواقع بتطلب نشرة بحكم علاقة الصداءة يلي بتربطها مع إدارة المواقع وأضاف المواقع المقالات يلي كانت تنشر كانت عبارة عن مقابلات مع أربع محللين سياسيين وما كانت بتضمن أي شيء بصير الشك بالبداية إذ أنه موقف هؤلاء معروفة من حزب الله بيدوره أوضح موقع Libanon 24 أنه الصحاف الشعاب بيتعاون مع الموقع من سنوات بمجال الأخبار الفنية حصرة أما بشأن جوهر الموضوع الأساسي فموقع Libanon 24 جدد التأكيد موقفه السابت بالوقوف ضد العدو الإسرائيلي ورفض أي نوع من أنواع التطبيع معه أما موقع الكلمة أونلاين فنفق أنه تكون لشعاب ما قالت فيه وقال الموقع ببيان هذا الخبر عار عن الصحة ولا علاقة لنا بشعاب ورفضت إسرة الموقع زاج إسما بمعلومات خطأة يتم التداول فيها بشكل عشوائي سلسلة مواقف لرئيس مجلس النواب نبيه بره في حديث لصحيفة الأهرام المصرية أبرزها الإصرار على إجراء الانتخابات انتخابات نيابية في أيار المقبل ثم انتخابات رئاسية بعدها في تشرين الأول من هذا العام موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بره في حديث حواري مع صحيفة الأهرام المصرية على هامش مشاركته في مؤتمر البرلمانيات العربية في القاهرة وردنا على سؤال حول إمكانيتي تأجيل الانتخابات أجاب بره لا يستطيع أحد أن يمنع إجراء الانتخابات فحتى الآن كل تشعبات الشجرة اللبنانية لم أجد وصنا واحدا فيها يوحي بلا ومعلوماتي من الرؤساء والوزراء والسفراء الذين يزورون من كل أنحاء العالم كلهم بالإجماع مع إجراء الانتخابات في موعدها وحول قضية حاكم مصر في لبنان رياض سليمي رأى بره أن هذا تأثير الكورونا السياسية ورغم الظروف التي يمر بها لبنان فأن هناك أمرا جيدا جدا وهو الأمن وهو مستقر ومنضبط لكن أن توضع إشكالات بين أمن وأمن كما رأينا من قوات التدخل السريع القضائية وقوى الأمن الداخلي فذلك أمر جد خطير وبالتأكيد سوف يؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحول المبادرة الكويتية كشف بره أن الخلاف في المبادرة يدور حول القرارين 1559 و 1701 وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بره أن لبنان محاصر عربيا ولكن هذا الحصار لا يعني كل العرب فالاستثناء من ذلك ما يقع على مصر التي قدمت منذ انفجار مرفأ بيروت 487 طن من المساعدات لسيما الأدوية وفي ملف ترسيم الحدود البحرية شدد بره على أنه لا يوجد انقسام ولن نسمح به لأن هذه القضية خطيرة جداً ولن نسمح أن يؤخذ من بحرنا رشفة ماء إنمائياً جال رئيس تكتل لبنان القوية النائب جبران باسيل على عدد من البلدات والقرى البترونية حيث لفت إلى الطرقات التي أنجزت بمواصفات البنك الدولي والتي تحافظ على الطابع القروي لهذه البلدات ولا تحتاج لصيانة قبل عشر سنوات وكان قد بدأ العمل عليها العام 2017 وقد تابعها منذ ذلك الوقت النائب باسيل ويشرف تباعاً على تنفيذها ورافقه في جولته اليوم كافة الجهات المشرفة والمنفذة للطرقات الأربعة واستمع إلى طلبات البلديات والمواطنين بخصوصها كما أجرى الاتصالات اللازمة لتنفيذها ليخلص كاتباً هيدا مش زفة انتخابي هيدا ترميم طرقات اشتغلنا عليها من الـ 2017 وحق كن فيها وجه البطريارك الماروني الكاردينال مربشارة بطروس الراعي نداءاً من روما إلى المسؤولين في لبنان مشيراً إلى أنه لا يمكن أن نستمر في لبنان على النحو الذي نسئره فيه وقال في قداس الأحد في روما للمسؤولين لا يمكنكم أنتم المؤتمنون على مقدرات البلاد أن تستمروا بتبديدها وتعطيلها وبانهيار البلاد وتهجير الشعب اللبناني من أرضه وختم كفى نكأاً للجراح وكأننا أعداء لبعضنا البعض فيما نحن عائلة لبنانية واحدة لها دور ورسالة في هذا الشرق عليها أن تعرف كيف تلعب مجدداً هذا الدور في دولة الانفتاح على الجميع واللقاء والحوار وجمال العيش معاً المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل أهلاً بكم من جديد فازت لائحة العمل النقابي برئاسة الممثل نعمة بدوي في انتخابات نقابة الممثلين التي جرت اليوم وكانت تنافس بينها وبين اللائحة الثانية سميت لنقابة عصرية تضم وجوه جديدة من الممثلين الشباب العملية الانتخابية منظمة وجرات في أجواء هادئة ولم تسجل أي إشكالات قبل أن تعلن النتائج قبل قليل عقدت جمعية يو اس بيك مؤتمرها عبر تطبيق زوم لبرنامج تعليم المرأة وريادة الأعمال والذي يهدف العرض أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة وحمايتها على مختلف المستويات السفيرة الأمريكية افتتحت النقاش ودعت النساء على تحقيق المزيد من القوة على الصعيد الاقتصادي في مواجهة التحديات التي يواجهها لبنان كما كانت كلمة لرئيسة الجمعية سيدة روان ياغي شددت خلالها على تمكين المرأة اقتصاديا لمساعدتها على أن تكون حرة ومستقلة في إدارة شؤونها وقادرة على إثبات نفسها وممارسة حقوقها المدنية والسياسية وأدارت جلسة النقاش الدكتور باسكال شمالي المزيد من الأخبار ولكن بعض الفاصل والختام مع صفحة الأحوال الجوية والزميلة نيرمين إربان بشارة مصر الخير تأس مستقرع بسيطر على أجوائنا بيستمر للأربعة بحيث منعود مجددا للأجوائق المتقلبة والأمطار إذن لبكرة جاءونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية نبدأ من الشمال وعكار عم بتسجل 15 درجة ترابل وصول عاصمة بيروت 18 درجة أما الصور 19 ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 13 درجة لقلوق 7 زحلة 14 واجزين 13 درجة نسبة رطوبة ساحلة بتوصل للـ 70% ريح سطحي جنوبية غاربية تتراوح سرعتها بين 10 والـ 35 كم بالساعة محل البحر فمنخفض ارتفاع الموش إذن في الأجواء اللي بانتظارنا على الأيام الآدمة للـ 2 والـ 3 جاءونا بعود مستقر قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والارتفاع بدرجات الحرارة عادة بيسبق وصول المنخفض الجوي اللي بيبدأ تأثيره الخميس على أجوائنا أما درجات الحرارة فبتسجل 18 درجة لنهار الثانين ترتفع للـ 19 درجة لنهار الثلاثة للأربعة بترتفع درجات الحرارة للـ 20 درجة ولكن تتغير الأجواء بالقصن الثاني من النهار أما للخميس فتأثنا بيكون غائم كليا وماطر مع ريح ناشطة ودرجات الحرارة بتنخفض للـ 16 درجة وصلنا لأختم صفحة الأحوال الجوية للليل لقوني بكرة بنشرة جديدة وبذات الوقت تصبحوا على خير نشتنا انتهت شكرا لحسن المتابعة للمزيد تابعونا عبر انستغرام فيسبوك تويتر وموقع otv.com.lb إلى اللقاء اشتركوا في القناة